بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي مرحبا بيكم معي في هذه الحلقة الأولى في سلسلة حلقات كيد أمل اخترت أن الحلقة الأولى نعرفكم فيها بالموضوع دي لهذه الحلقات شنو هو السبب اللي خلالي نتطرق لهذه المواضيع كذلك شنو هي الأهدف اللي حطها قدامي و بغيت نوصل لها من خلال هذه الحلقات على كل حال السبب أولى الموضوع بعدها أصل اللي قدي نتكلم به هو الموضوع مرتبط بمختلف الاترابات النفسية ممكن يعني من الإنسان في الحياة ديره بما فيها الكتئاب بما فيها القلق المراضي بما فيها الوسواس ثم موضوع مرتبط به من نظر الواقع اللي كان عيشه دينا اللي هو الموضوع دينا اللي هو المس سحر العين الحسد وتأسيرات ديرهم وأعراضهم والتداخل دي لهذا الشي هذا مع هاد الاترابات النفسية كذلك قد نتاقل نهضر على شي مواضيع متعلقاني تبهت الشي دي الرقية وبعض تفسيرات منها الزهري ومنها يعني كين مواضيع صراحة اللي سنوات وأنا كنعيش أحدات كتخليني كنتأمل فيها وكنبحث فيها وكنعرف فيها ففالأخر وصلت له حل الخلاصات صراحة اللي كبال لي مخصنيش المقاسك تخسيني نتقاسم هاد شي مع الناس ونناقشو نخلقوه واحد النقاش نطبيط ح النقاش عقلاني الحمد لله بمنطق بآدي الله باش تكون واحد الفائدة متبادلة وخاصة خاصة من بعد هاد زي ما الفترة اللي دوزت اللي غنتكلم عليها وغنتخل في تفاصيل يلا إن شاء الله تلقى راتهم بعد خمستاشر سنة دير واحد المعاناة اللي ما نقدرش نوصفها ليكم حتى نضروع لها هاتشي في الحلقات المقبلة إن شاء الله خمستاشر سنة وأنا عندي موقف كيف ما عند أغلبية الناس في المجتمع دينا عندي موقف من طب النفسي ومن هالتخصصات وتلا ما قلناش هادرات الخربيق بهاك لفظاً لا عمليين تنقولوها فعندنا واحد الأفكار مغلوطة جداً لهاد المجال هذا واللي يخلي هاد الأفكار مغلوطة وتبقى مغلوطة وتزيد متاشر بين الناس بكل أسف هو الخطاب اللي يتداولوه مجموعة هذه الروقات والناس اللي متميل في الميدان وحتى الناس اللي يشوفوا الأمور بالنسبة لهم زي ما مملوح لمنظور ديني وكذا فتعتبروا أن علم النفس والتفسيرات ديالو ذك الشي شي حاجة كتتعارض مع الدين ديالنا وشي حاجة بعيدة للدين وشي حاجة مش ديال المسلمين مع العلم أن هاد الإنسان هاد مانيك طلع له سخانه كيشري ضول إبرا الماشي ديال المسلمين، ي gururid what he is muslim يعني مشي إنسان مسلم يصنعها والدين ما تيقولش لك علم نفس هرب من نولا بعد، من نولا ره. فهذك ستبقى تفسيرات دين واحد الإنسان عنده جهل بكل بساطة. لأن هذه الكلام غادي ناخدوا به لو قالوه علماء ديال الدين ناس عندهم علم شرعي وعلماء معتبرين يقول لك بأن هذا العلم كده كده هل فينك يتعارض مع الدين دينا ما كنش هالكلام فكنا نلقى واحد الأفكار احنا كنت نتبناوها وهي ما شي معنات علاقة بالدين واحد التقافة تكونات نظرة الواحد تراكمات وخرجنا بواحد خلاصة ولكن النتيجة هذا الشي هو واحد الضمار شامل تيعيشو واحد فئة دي الناس كيف مطردي أنا خمسة سنة أو أكثر فقط لأنني كنت أعتقد بأن هذا الشي الذي يوقع عليه سبب ومس وسحر وعين وكذا وأنا موحل جليل ما شغل نقول مع دورنا هذا الراسي ولكن زع ما عندي واحد سبب مفهوم وأنني لم أرقاش تفسيرها تلجأ للطب كنقول لهم فوالها الأعراض اللي عنديها شنو وشنو كيقول كدير تحاليل وكذا عامة أخير البطاف تقول كما عندك هوالو نظن انت مني كتب صلة هذه المرحلة تقول إذا أن هذا الشي اللي كنسماع للروقات وكذا إذا الصح فكتمشي في هذا التحليل هذا لكن في آخر مطاف تنكتش بأن هذا الشي اللي كان عندي ما هو إلا اكتئاب وقلق مرضي وخد تشخيص مدرش بواحد البحث بشكل أدق ولكن على الأقل هات شي هذا خديت واحد علاجات خديت أدوية الحمدول أعطت واحد نتيجة واحد تغير وهذا الشي اللي خلاني ننتيق صراحة بهذا الأمر هذا بهذا الموضوع بهذا التشخيص وخلاني بحالة بدي يقول عادة عطيت عقلي لهذا المختصين والعلماء في علم النفس والدكاترة باش نسمع لهم زيان أش كي يقولوا فهذا الأمور وشنو كي يوضحوه شنو التفسيرات دي لهذا الشي فكنتفاجأ صراحة كان لقى بأن هالتفسيرات كلها شي حاجة لمنطقية وكلمسها أنا بحكم الأعراض اللي عشتها وعانيت منها يعني الأمور صراحة عيب أننا ما نكونش عندنا كتقافة عم بيناتنا يعني ديراية والطلاع على هاد الترابة النفسية والأعراض ديالها وكيف يتعامل معها كيفاش نتعامل مع الناس الموحيد ديالنا عندهم الترابة نفسية مهم صراحة صراحة مواضيع بالله العديم مهمة بزاف أنا ماشي شوف أنا ماشي تخصصي في هاد المجالة هادو ولكن غل نتكلم انطلاقا من تجربة ديال السنوات الطويلة عشتها مع الأعراض وهذا وغل نحاول نوصل إلى يعني ما أقصى قدر ممكن نوصل لكم ذاك الشي بالتدقيق وبالتفصيل كيفاش يعيش إنسان المكتئب أعراض ديال الاكتئاب كيفاش كتتجلة في حياته في تفكيره في الوضع دياله الصحي في الجسم دياله في حالة في شعور دياله فالحمدلله أنا درجة كنشوف راسي عندي تعمل أسلوب دياله مقتنعنا بواحد فكرة وفاهمها عندي الأسلوب باش نوصل لها بطريقة اللي تخليك نتتلمسها وهاتش كلمسوه الناس اللي كيعرفوني في الدروس ديال الرياضيات وديال الفيزيك كيفاش كنصلح فالهذا كنشوف راسي إن شاء الله في هذا الموضوع هذا دياله الطرابة النفسية ستعيشوا معي واحد جريبة صراحة مفيدة جدا ممتعة لأنها ستفتح ليكم واحد الباب على واحد المجال اللي أغلب فيناه ما عندوش به ديرايا ولا كانت عندوش عاجة تلقى عن واحد أحكام مسبقة أحكام سلبية مسبقة مبرمج بها وصافي فالنقاش والتوضيحات والله العظيمة لا تخليكم تعيشوا واحد الرحلة في شكل صراحة مزع لأنه كان شي حويج غدين تكلم عليهم شي أعراض غدين نصفهم بوحد طريقة أنا على يقين تام أن نسبة كبيرة من الناس غدين يوقفوا يقولوا كوي لي وشان شي بالصح لما يمكنش شكل اللي غايقور راه ممكنه بالصح هو ما الفئال اللي عاشوا هاد الأعراض هادو راه تشوف الشيء ذاك المتخصص في علم النفس ذاك الطبيب النفسي اللي هو سنوات هو كي تكون في هذا المجال وسنوات كذلك ديلة تجربة مع المرضى وكل يوم عشرات المرضى وعشرات الحالات يجلسوا قدامه ويناقش معهم ويعطيهم علاجات هادك الطبيب هادك بالضبط هادك وخاهد شي كامل راه ما يمكنش يحس بالإحسان شنو كيحس هادك الإنسان المريض هادك الإنسان اللي كيعاني من الاكتئاب شعوري للداخل يحس يحس هو يجرب تكون يتضوق هادك الإحساس دعم يتكون عنده وحد فكرة عليه ما هو قرأ أمور بشكل نظاري وعاش تجربه يعني من وحد المحلو تكون موقف خارج ديلة لك الشخص ما دخلت للداخل ديلة وحس به فلهذا هاد الأمور هادو راه تسمع لهم تتعيات تبقى كأفكار كتتقبلها وكتأخذها في رأسك ولكن راه ما يمكنش تحس وتعرف الإحساس ديل هاد الإنسان اللي كيعاني من الاكتئاب وكي نتوضيحها كثيرا ان شاء الله غدين نقشها نعطي دلات الإشارات دبا ديكا هذه حلقة تقديمية والأهداف وذلك شيء سوف نعطي بعض الإشارات فبعض الناس عندهم ولا بزاف من الناس في الغريب عندهم أصلا أفكار مغلوطة على ما هو الاكتئاب مثلا كي يسحب لهم الاكتئاب هو أنك تكون وقع لك مشكل شيء حاجة قلقاتك قلستي وشدتي على رأسك في البيت صافي ويبقيتك مقلق وهذاك هو الاكتئاب فالأمور مختلفة تماما على هذه القضية هذه كذلك كي يقولك إلى صليتي وزعموا قرتي القرآن وعلى ما يمكنش يجيك الاكتئاب ومستحيل فغدين تعرفوا ان شاء الله بأن هذه الأمور مغلوطة بواحد درجة كبيرة بزاف يعني بعيدة كل وعد للحقيقة طيب حل الكلام ممكنش حمل حاجة أمطرق لها بقد جاي شيء وحدة أنت سمعها جي مغريبة ولكن أنا غلقش معك كما قلت لك بمنطق وبأدلة وبتفسيرات وبتوضيحات لي طبعا بواحدة أنا رأى كنت صنت وكنس مع المختصين في مجالة للنفس وفي ذكاترة وفي علماء كانت صنت لهم وكلقى كإنسان يعني يعيش واحد جريبة وكي يبحت على منقوله في مكان الصواب وفي كي الحق ولمنطق في هذا الشيء عندما نسمع كلامهم كان لقى ذلك طبيق تماما على التجارب اللي عشت للسنوات طويلة أنا خمسة عشر سنة هذه خمسة عشر سنة غير فوقش بدأت عني الأعراض هي كبيرة بزاف أما الأعراض رابدت قبل لذلك مني كن هضروا على اكتئاب على تجربة عشت هذه الخمسة عشر سنة أو أكثر أنا ما كن هضرش على واحد شهرين ولا تلت شهور ووقع لي مشكلة ولا مطلق ولا عام ولا أنا لك أنت تخيل هذه السنوات وأنا نغنق معك الأعراض اللي جزيز منها باش توضح لكم أمور ثم نقطة أخيرة غم نختم بها إن شاء الله هو أن هذا المواضيع باش كنتكلم فيها دبا إن شاء الله رأي الحمد لله ما كنتكلمش من ذاك المنطلق ديال الضعف وديال أنني خصي نشكي على الناس وأنه فبالعكس أنا بغي نبت واحد واحد الإيجابي يوسط هاد الفئة هادو بعد اللي كيعانيه من هاد المعاناة واللي واحد فئة كبيرة منهم ما عارفين شخصهم بعدها أنا واحد منهم في واحد فترة سنوات وأنا ما عارش طرسي عندي اكتئاب ما تنتقبلش الموضوع فبغيت نشر واحد إيجابي يقول لكم فالله هالأعراض اللي جزت هالمعاناة اللي ذويسة والحمد لله وسط هادك شي هاش نو قدرني الله ندير بالرغم من هديك المعاناة يعني كما تقوله الحمد لله ربي وفقني جبتها من فم السبع كما تقوله مهم شوف الموضوع غريب جدا للاكتئاب وكيف الشي تعال معه مولاه لانه 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 واحد مرض الغرابة اللي فيه هو أنك تكون مريض به والصعيب تكتاشف راسك وتقتنع بأنك مريض هذا بحدار من أخطر الأشياء إنسان إلا فيه إلا فيه الدرسة إيه الدرسة صعيبة وفيها ألم ولكن على الأقل انت عارف ذلك الألم عارف راسك مريض عارف راسك عنك الدرسة مهم عارف رهموا الاكتئاب ما عارف راسه وبالتالي فيش يعيش واحد معاناة وفاش كي يعيش واحد العجز ما كيقدرش يدير بزيف دي الحويج فارك كي تزاد له مشكل ديال علاش هو دير هكذاك وما عارف شنو السبب وكي بقى فصراع مع ذاته ودك الشي يدير بحل له واحد الكورة التلجغة ذوك تزاد يعني الاكتئاب تيدفعك تطح في مشاكل مانني تطح نت في ذلك المشاكل انت ما فهمش شنو السبب باش تحتي فيهم يعني لو كانت عارف راسك مريض وكاد ستعذر نفسك على الاقل وخا ستتواجه المشاكل ولكن انت كتتواجه المشاكل وتتلو من السك فوق ذلك الشي وما عارف ش وضيخ وهذاك المشكل اللي تحتي فيه وانت ما عارف ش تزيد يخلق لك مشكل اكبر وتيزيد لك في نسبة الاكتئاب ثم بعد ذلك الاكتئاب تخلق لك مشاكل اخرى والامور غادية تتراكم يعني واحد المعرض اللي غريب الاطوار صراحة من حلقة المقبلة ان شاء الله نمشي على حسب الوقت المتاح عندي ونتكلموا على هذا الشيء نتمنى اي رأي عنكم ولا ملاحظة مرحب بها في التعليقات من طبيع الحال باش نزع من نغديو هاد النقاش بناتنا ونحاولو نفيدو نستفدو طبيع الحال بوحد الشكل اللي هو بناء ما تكونش انسان نمشي لشي امور جانبية لما عندها شي منفعة ونتقاسموا هاد المحتوى هاد مع الناس اخرين لانك يمتزلت فئر اللي محتاجين وكا نقول اي واحد عنده هاد المعاناة ان شاء الله كين امل راه كين امل ان شاء الله الامور ماشي بدك السوداوية اللي كتبال لك نتكي في عشتاء انا واحد الوقت من درجة اني فقدت الامل وقلت راه انا دير هكذا ولك يا ربي الكبير الحمد لله وتوكل الله ودير يقينك في الله عز وجل وخذ بالاسباب المعقولة صافي وإن شاء الله احنا غدي نتعاونوا كاملين